واخيرا الزمالك بيفوز على البنك الاهلي ويقتنس الثلاث نقاط بنتيجة اتنين واحد على البنك الاهلي بعد تعدلين امام بيرامدس والمكولون العرب لو هنتكلم في المباراة هنتكلم في حاجات كتير سواء كانت فنيات سواء كانت لعيبة سواء كان جدل تحكيمي محمد معروف النهاردة عمل جدل تحكيمي غريب ده غير الكمية الانزراطية اللي كان عمالي طلعها من اول ما المباراة بدأت فطبعا الكلام هيبقى كتير فجهز المشروب بتاعك وريح ظهرك كده شوية عشان خاطر تركز معي في الكلام اللي انا هقوله وياريت قبل ما ابتدي الفيديو ما تنساش انك انت تصلي على سيدنا محمد عليه قبل الصلاة والسلام وده هتقدر اقول لك بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة زمالك في اول المباراة تقريبا ما كانش موجود في ارضية الملعب غير غير في كزا هجمة او الزمالك النهاردة بيبتدي المباراة بلعيبة تقريبا كان فيه هجمة هنا وهجمة هنا مبينه مبيني الزمالك ومبيني البنك الاهلي وتقلق من محمد ابو جبل وتقلق من محمد عواد اللي بيقدموا النهاردة مباراة كبيرة على اسم الاكبر اتنين حراس مرمض في مصر اللي انا شايفوا ان لعيبة الزمالك ما تفهمش ما بيبقاش عندها شغف للفوز في الشوت الاولاني ما بيبقاش عندها طموح ان هي تكسب اصلا في الشوت الاولاني بل بيدخل فيها جون وما تفهمش ليه الحكم محمد معروف يدي طرد لمحمد عواد معين انا شايفه ان هو طالع عادي واحد حارس مرمض ما طالع ما مسكش الكورة او ملحقش الكورة فبالتالي هو معاكش اللاعب بس كانت اخيرة او كان المفروض يتحصل عليها محمد عواد هو اللي ياخد انظاره بس انها ما ياخد طرد دي كانت تقيلة شوية في نهاية الشوت الاولاني وتقريبا بعد الهدف ده لعبة الزمالك بتبتدي تتكمس روح الفلينة البيضة وتلعب في الشوت التاني لدرجة ان هما كانوا بيلعبوا عشر لعبة قدام حداشر لعب بل بالعكس اخوانك كارلوس اسوريو النهاردة المدير الفني لنادي الزمالك بيعمل تغييره بعد ما محمد عواد اتطرد طبعا كان لازم ينزل محمد صبحي حارس مرمى نادي الزمالك الحارس التاني فالتغييره الزكيه اللي هو عملها فعلا ان هو شالس في الجزيرة في ظل ان هو مقدمش اي حاجة في الشوت الاولاني مع العلم ان هو المفروض مهاجم صريح فدايما بشوف الجزيرة دايما علشان خاطر يجيب هدف لازم ان هو يغفل المدافع وياخد منه ضرب الجزائي اما يغفل المدافع ويدي له طرد فكانت تغييره زكيه النهاردة في ظل ان هو ما كانش موجود في ارضية الملعب فبالنسبة للعيبة كده يعني كده زي كده يعني في وجود سيفي الجزيرة زي عدم وجود سيفي الجزيرة بل بالعكس هو كان المفروض يطلع وكويس ان هو طلع ونزل مكانه حارس مرمى يعني فطبعا الحكم محمد معروف بعد ما غلط الغلطة دي ونزل الشوت التاني فطبعا حس ان هو غلط فحب يسلح غلطته فراح جاي طارد لعب من البنك الاهلي حتى ايا كان اللي عمله كان في حاجة جاسمها ان انا بحذر اللعب مش لازم ان انا اديه طارده وانت عايف ان انت ما تدي له اصلا انظار دي employment فده ش kilo d ايه زي ما تقول ما زلا ايه عشان الجمهور ما يتكلمش فده ش hadi دي فبالتالي انا شايف ان الهاردة المباراة كانت مشاkeln لحد من الأطرد Parks amd twins ده غير طبعا كمية الانظارات اللي كانت بيرفاحتها محمد معروف وانتلا انا مش فهم لها اصلا ايه سبب الانظارات دي انظارات كتير انظارات كتير فعلا نزلها النهاردة او رفعتها النهاردة تقريباً انت بتتكلم الكواليني نفسه معلق المباراة طالع بيقولك في حفلة انذرات او في يعني انذرات كتير نزلت او رفعها الحكم محمد معروف فبالتالي لحد كده وازمالك خسران واحد وازمالك بينزل الشوت الثاني عنده ارادة انه هو عايز يكسب تخيل وازمالك نقص واحد زيزو بيجيب هدف في وسط زحمة في الدفاع بيغفل فيها برضو محمد ابو جبل وبيبقى النتيجة واحد واحد طبعاً اللعبة فضلت على هذا الحال لحد دقيقة 85 او حاجة 80 لحد ماشيكبالا يخطف جون تقريباً ما فيش حد يشوفها وطبعاً ما يتسئلش عنها طبعاً محمد ابو جبل لان هي متشطة من وسط كذا لعب فبالتالي فبالتالي الزمالك لما بيحب يكسب يعني انا برضو حابب ان انا افهم حاجة الزمالك لو عايز يكسب هيكسب لو زمالك عنده روح تشيرت نادي الزمالك هيعمل بيها بس فعلاً انا شايف ان اللعيبة متخزلة تحس ان هي ما بتفوقش غير بعد الجلمة يدخل فيها تحس ان هم متعدلين برضو ما كانش فيه حد هيتحرك وان هو يجيب هدف غير لما شكبالا طبعاً من بعيد شاطو الكورة خدت تلات نقط وهو قبل قبل ما الحكم ما يسفر بنهاية التالي المباراة انا شايف ان اللعيبة المفروض ان يكون فيه واحد يفاهمهم ان هما بيلعبوا باسم النادي الزمالك بيلعبوا بروح تشيرت اللابيض او روح الفلينة البيضة فبالتالي انت المفروض تكون فاهم ده مش المفروض حد يقول لك لا ده ده الف به كورة في مصر اهل وزمالك يعني الناديين لازم يكونوا في نفس السرعة او في نفس المستوى مش ينفع يكون فيه لعيبة لما بتحب ان هي تكسب بتكسب يعني في مباراة ارتاصلار انت المفروض متأخر بتلات اهداف وانك انت عايز تجيب اربع اهداف عشان خاطر تعدي وتوصل لدور المجموعات انت كنت خاصلا لحد ده الشوت الاولاني يعني الشوت الاولاني بعد ما خلص بعد ما خلص كان تلاتة صفر يعني انت محتاج اربع تجوان نزلت تشوت التاني جبت اربع اذا يعني انت عندك الروح انك انت عايز لو عايز تكسب هتكسب بس الفكرة في اللعيبة المفروض تكون فهمة ده العيب في الزمالك مش عيب مدير فني خالص اللعيب في اللعيبة نفسها في نفسيات اللعيبة نفسها بس هو ده اللي انا كنت حابب ان انا اقوله في مباراة الزمالك والبنك الاهلي عاديك شايف بعد تأخر بهدف وانت اصلا ناقص منك واحد بل نزلت اتعدلت اه اضطرد من الفريق قدامك واحد بس اللعيبة من بعد الطرد تقريبا ما كانتش موجودة في ارضية الملعب بعد الطرد بعد طرد لعب البنك الاهلي ما كانتش موجودة غير شيكبالا هو خطف كورة بس جات جون انما هتيجي تقولي ان هي لعبت لحد اخر دي الا انا ما لعبتش ده هي كورة جات كده لشيكبالا شيكبالا خدها وراح جاي لطيشها بالشمال هي جات جون المفروض لعيبة نادي الزمالك تكون فهمة ان هي بتلعب باسم نادي كبير اسمه الزمالك نادي الزمالك بس هو ده اخر كلامي طبعا انا وصلت طبعا لنهاية الفيديو وطبعا اعجبك الفيديو ما تنساش تقولي رأيك في الكمنتات ولو انت بتبعني مني عن طريق اليوتيوب ما تنساش تعمل سبسكرايب للكنال وتفعل زر الجرس عشان ونصل لكل الجديد بتاعي وريت انك انت ما تنساش تدعمني بلايك ولو انت بتبعني مني عن طريق الفيسبوك ما تنساش تعمل فولو او متابعه وتفعل زر الجرس عشان وصل لكل جديد بتاعي وريت ما تنساش تعمل شير للفيديو عشان خاطر الفيديو يوصل لأكبر عدد من الجماهير المصري ودلوقتي قدر اقولك سلام